اشتركوا في القناة المعصية حجاب بين العبد وربه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أكاد أقول أكبر عقاب يصيب المؤمن أن يحجب عن طبه تماما أب كامل تربوي عالم جليل رحيم له علاقة مع أولاده طيبة إذا قال لأحد أبناء لا تكلمني أكبر عقاب هذا أكبر بين الضرب لا تكلمني فالحجاب أبلغ شيء للمؤمن اللي عنده حساس اللي عنده حساس اللي عنده مشاعر لطيفة هذا عقاب كبير جدا والمقصود بأن يحجب عن الله أي لا تنعقد صلى بينه وبين الله لأن ذنبه حجبه عن ربه يقرأ القرآن لكن لا يتدبر ولا يخشى أبدا حتى قيل من صلى ولم يشعر بشيء من قرأ القرآن ولم يشعر بشيء من ذكر الله ولم يشعر بشيء فليعلم أنه لا قلب له بل قلب أساسا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون المعاصي والآثام تحجب عن الله عز وجل يعني مثلا بائر جاءتهم رأة تريد شراء قماش متفلتة ملأ عينيه من محاسنها وتكلمها كلاما لطيفا في نوع من الغزال مثلا هاللون بالبألك يعني مثلا أدن العصر راح يصلي أنا لا أصدق أن يستطيع أن ينعقب مع الله صلى لما استمتع بمحاسنة لما تكلم كلام رقيق لا يليق ببائش لا يحرم الصلاة لكن يحرم حلاوة الصلاة حلاوة الإيمان في الصلاة فلما غابت عنا حلاوة الإيمان كرهنا الصلاة ما لا معنا حركات وسكلات الله صدقتك أنت تصفح تكرهنا الصلاة إن في ناس يصلي ويكرهها عبء عليه كبير رقعتين سنة قبلية والفرض وصنة بعدية هو محجوب عن أمه عز وجل لذلك كل الخواطر تأتيه في الصلاة عنده واحد ثلاث سنة تاجر بيحل مشاكل أول صندوق أول رقعة والصندوق الثاني بتاني رقعة والثاني بتاني رقعة لكن لما حجب حجبنا عن عبادة الأولى في الإسلام لكن لما تنعقد الصلاة مع الله يسر بالصلاة أبدا لا بد من صلاة أبدا أريحنا بها الله يفتح لك سيجي كلمة وحدة الآن أريحنا منها والفرق كبير بين أريحنا بها وأريحنا منها إن شاء الله نكون كما كان الحبيب عليه الصلاة أريحنا بها يا رب إذن دكتورنا المعادلة الإلهية يفترض في كل إنسان يصلي أن يذوق حلاوة الصلاة طبعا والصائم أن يذوق جمال الصيارة يعني خمس صلاوات بإقامة وأذان وسن قبلية وبعدية وما في صلة بالله معقول العبادة الأولى الأولى المتكررة التي لا تقف بحال أن تؤدى شكلها هذه المشكلة إذن حينما أصل الإنسان ربنا سبحانه وتعالى حرم أن يتذوق لذة العبادة دكتور حرم لذة الإيمان حلاوة الإيمان نعم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ثلاث واحد أن يكون الله يعني في قرآنه والنبي في سنته أحب إليه مما سواهما متى عند التعارض طبعا أي إنسان مسلم بالأرض كله تقول له سائلا أليس الله ورسوله وحبه لك طبعا 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 أما حيث لما تعارضت مصلحته المادية لازم يستورد بضاعة فيها شيء محرم لك مضطرين عندي أولاد لما هو سمح لنفسه يقترب من المعصية فقد لذة القرب من الله عز وجل أجمل شيء بالدين قرب من الله يعني حلاوة الإيمان لما عصى الله عز وجل فقد حلاوة الإيمان كلام مهم كلام مهم جدا طف الدين شكل صلوات أذان إقامة فرض سنة قراءة تجويد ركوع سجود تمام كله تمام أما هل إن عقدت الصلاة مع الله هل بكى في الصلاة هل شعر بالخرب من الله مدام في عنده مخالفات في اختلاط في مخالفات في طريقة بالشراء غير مقبولة في ربوي شراء بتقصيد ربوي مدام خالف الله عز وجل حرمة حلاوة الإيمان صيف الدين شكل فأصبح جسداً بالأروح أبداً يصلي لكن لا روح بهذه الصلاة وعند إذن تتعطل وعوده الله للمسلم كلام عطل يعني عفوا بدي جيب بسر بس ما بتنادي يكون في تشاؤم منه بيت في سلاجة في فريزر في غسالة في مكيف في مروحة في 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 ميكرويف شو بيخطروا باقي أجهزة بس ما في كهرباء كل وايف وكل أطعى بلاستيكية عبأ عليك فإذا جاءت الكهرباء في الغسالة غسلت والسلاجة بردت والمكرويفين سخلك الأكلمة بالدقائق والمروحة كيفتك كله اشتغل عفواً لا لأنه التيار الأساسي مأطوع فمن هم أشقى الناس يحرمون من الاتصال بالله لأسباب تافئة ما لمرتكى بجريمة ما ارتكى بجريمة الزنا ولا قتال ولا شريب خمر أبداً بس الأشياء الصغائية تتراكب يعني أنت ماشي بطريعة عرضه ستين متر على اليمين ثلاثين وعلى يسال ثلاثين وفيه على اليمين وادي سحيق وعلى يسال وادي سحيق الصغيرة حرفت المقوة صنط يا واحد صنط بس بس ثبته ثبت الإنسان على هذه المخالفة البسيطة إطلاق البصار لكنها لم يستغفر عنها ما استغفر هالصغير إذا ثبتت قادته إلى الوادي لذلك قال النبي الكريم لا صغيرة مع المصار ولا كبيرة مع الاستغفار يعني مثلا ببلغوك السفر بالصيف يكون الدولاب فيه كمية هواء محددة بحيث أنه على السرعة الهواء بيتمدد فإذا كان ضغط العجلة لأقصى شيء تنفجر وإذا انفجرت حادث مريع ومميت فأنت حريص بالسفر أن تتبع تعليمات الصانع بقول لك لازم يكون بالسفر في حجم الهواء غير حجبه بالمدينة ماشي على المتين على المية وخمسين والجو حار والهواء تبدد فجر الدولاب وإذا الأمام حادث مميت صار ليش بكل شيء تتبع تعليمات الصانع لإعتقادك الجازم أن الصانع هو الجهة الوحيدة الخبيرة في سلامة هذه الآلة وفي فعليتها فأنت بدافع من محبك لذاتك من حرصك على سلامتك وسعادتك في الدنيا تتبع تعليمات الصانع والكتاب والسنة تعليمات والصانع وحل هذا الحجاب التوبة والاستقامة أبدا التوبة الاستغفار عن الذنب والاستقامة محاولة عدم العودة لأيه أبدا جميل جميل الله يفتح لك يا دكتور وإلا يصبح الإنسان جسدا بالأرواح أبدا يصلي ولا يدرك يقرأ قرآن ولا يخشع لن كلام النبي كلام المعصور لن لن تغلب أمتي من 12 ألف من قلة مليار وثمانمائة مليون ليست كلمتهم هي العليا وليس أمرهم بيدهم وللطرف الآخر عليهم ألف سبيلا وسبيلا شكرا